بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد ففي هذا الفيديو سوف نفصل منهجية كتابة موضوع أدبي أو مقال أدبي في اللغة العربية طبعا سأشير في هذا الفيديو إلى أبجديات بديهيات ما يسميها البعض باتفاهات أي أنها أشياء لا يكترث لها ولكنها في اللغة العربية لها دور الأساسي وهي دور فاعل في التحصل على عدد في المادة أول شيء يجب أن نقرأ الموضوع والكل يقرأ المواضيع ولكن الإشكالية أننا لا نفهم قراءة الموضوع ليس لعجز مننا وإننا لضعف في التكوين حقا ضعف في التكوين فمعظم الزملاء الأساتذة لا يتعمقون في مسائل المنهجية وفي الحصصة البداغوجية هذه والمنهجية لذا أريد أن أنبه إلى مسائل أساسية سيحاسب عليها التنميذ حين ينجز اختبار البكالوريا فالبكالوريا ليست محاسبة على المعلومات لأن كل إنسان يستطيع أن يحفظ كتب وكم هائل من المعلومات ولكن ليست الفائدة من حفظ المعلومات وإنما البكالوريا تختبرك من خلال توظيفة هذه المعلومات طرق استغلالك كيفية أعمالك للعقل في توظيف هذه المعلومات إذن نبدأ بكيفية قراءة الموضوع أولا إن أردت أن تقرأ الموضوع يجب أن تحدد المعطى والمطلوب المعطى أي ما قدم لك أو ما يسمى بالأطروحة والمطلوب هو ما كلفت بإنجازه إما أن تحلل فقط أو أن تحلل وتناقشه أو أن توازنه طبعا في صياغة المعطى نجد تنوعا في التراكيب فإما أن نجد التراكيب القائمة على النفي والإثبات كأن نقول لم تكن غاية ونوس من مسرحيته ذكر قصة بطل تراجيدي وإن بل كانت غايته تأسيس فن مسرحي جديد انظروا لم تكن بل كانت هذه السياغة تسمى النفي والإثبات وهذه السياغة نتعامل من خلالها على الشكل التالي أي أن يكون عنصر الأول هو المثبت العنصر المثبت هو العنصر الأول ثم نناقشه بالمنفي الذي سنثبته في النقاش هناك سياغة أخرى ما تسمى بالسياغة التفاضلية كأن نقول لم تكن غاية الجاحذي من مدوناته تكديس المعارف وإنما ترسيخ منهج في التفكير يعني هذه السياغة لم تكن وإنما تفاضل أي أننا فضلنا العنصر الثاني وهو ترسيخ منهج في التفكير على العنصر الأول الذي هو معنى تكديس المعارف في هذا السياغ يجب أن نحلل العنصر الأول اللي هو تكديس المعارف يعني ليس بامتداد واسع ونحلل العنصر الثاني الذي هو ترسيخ منهج في التفكير نتوسع فيه ونتعمل هناك السياغة التقريرية أو التوازنية أي أن يكون المعطاء أي أن يكون عنصر الموضوع أو التحليل والنقاش متكافئين كما وكيفا وهناك طرق أخرى يمكنكم أن تعودوا إلى مدونة Ecole Numérique.1 ستجدون في منطقة رسورس سيكوندر أي باكالوريا ستجدون هناك هذه الوثائق باسمه يعني ستجدون وثيقة منهجية في كتابة المواضيع العربية للأستاذ أحمد الطيف هذا ما ستجدونه في ذلك الموقع Ecole Numérique.1 فلتنزلوا هذا البحث ولتقرؤوه وتفهموه لأنه يحتوي على مواضيع كيفية تحليل الموضوع كيفية تفكيكه كيفية تحديد العناصر كيفية كتابة المقدمة الجوهر الخاتمة وغيرها من المسألة الآن أعود إلى مسألة المطلوب أي ما قدم لنا طبعا هناك ثلاثة أصناف للمواضيع بحسب المطلوب إما أن تكون مواضيع تحليلية أي أن نكتفي بالتحليل العناصر فقط وهي تأتي سياغتها في قولهم حلل أو توسع هذه ما تفيد معنى المواضيع التحليلية أو أن تكون المواضيع جدلية أي تتطلب تحليلا ونقاشا وفي هذا السياق تكون سياغة المطلوب على النحو التالي كأن يقول لك إلى أي مدى ما مدى بين إلى أي حد ثم يقول لك حلل وناقش أو حلل وأبدي رأيك كل هذه السياغات تشترك في وجود عنصرين في الموضوع هما التحليل والنقاش الآن سأذهب إلى الإشارة إلى بنيت الموضوع عموما الموضوع عموما أو المقال الإنشائي عموما يتكون من ثلاثة ركيس الركيس الأولى هي المقدمة ويتنقسم إلى ثلاثة عناصر العنصر الأول والمقدمة العامة وفيه مدخل للموضوع أو تمهيد عام يكون خالم من المواقف الانتباعية كأن نقول بأن مثال الجاح هو أفضل من كتب في المنزع العقلي أو غيرها من المسائل الأخرى أو التأريخ كأن نقول لقد ظهر المسرح التسييسي مع سعد الله ونوز سنة 1965 على سبيل المثال هذا كله خاطئ ويحسب عليه التنمية أي أن المقدمة العامة أو المقدمة الخاصة يجب أن لا تحتوي على مواقف انتباعية ولا تحتوي على التأريخ ثم تأتي المقدمة الخاصة والمقدمة الخاصة هي إدماج الموضوع إما بإعادة كتابته كما هو أو بإعادة سياغته سياغة تحترم فيها الترتيب الموجود في الموضوع العصر الثالث من المقدمة وترك الإشكاليات والإشكاليات هي العناصر الأساسية في الموضوع فأن تكون عناصر إشكاليات لعناصر التحليل وإشكاليات لعناصر النحاش إن وجودة الآن بعد المقدمة نجد الجوهر والجوهر ينقسم بدوره إلى ثلاثة عناصر تحليل وفيه توسع في الإشكاليات مع الاستشهاد لشواهد مما درسة أو استحضار شواهد أخرى من المدونة القصلية وهذا ما أحبّده أنا وما يحبّده كثير من زملاء الأساتفة هو أن يأتي الترميد بحجج وشواهد جديدة أي أنها لم تذكر في الكتاب المدرسي نفعل على سبيل المثال في رواية حدث أبو غريرة قال عوض أن أحفظ شواهد من الكتاب المدرسي؟ لا أذهب إلى رواية حدث أبو غريرة قال لمحمود المسهدي وأحفظ من هناك شواهد يعني شواهد لم يتحصل عليها كل التلاميذ يعني شواهد أتفرد بها وهذا ما سيجعل ورقة الامتحان متميزة عن بقية الأوراق ثم بعد التحليل نجد عنصر النقاش إن كان الموضوع جدني ركزوا معي إن كان الموضوع جدني هناك نقاش إن كان الموضوع تحليلي لا وجود للنقاش إذن النقاش هو أن أقدم فكرة أخرى أو أن أعدل التحليل أو أنظر في هفوة أو نقص في الموضوع بعد التحليل والنقاش نجد التأليف وهو عنصر أساسي أيضا في الجوهر الكثير يتسأل ما معنى تأليف وكيف أكتب تأليف وما مفهومه ومتى أكتبه بالنسبة للتأليف هو ركيزة أساسية في الجوهر التأليف هو عبارة عن جمع أو ما معنى تأليف؟ يعني أن أؤلف بين الجوهر والنقاش بجمع الأفكار الأساسية مع تعديلها أو أن يكون تأليفا جزئيا أي جمع ما استنتجته من التحليل وهكذا هو أو تأليفا كريا أي أن أجمع كل الإشكاليات أو كل الاستنتاجات وأجمعها في تأليف شامل يكون فيه تعديل للتحليل أو جمع للتحليل والنقاش أو تجاوز لهم الآن العنصر الأخير في التحليل وهو الخاتمة والخاتمة كذلك تقسم إلى ثلاثة عناصر خاتمة خاصة وهي متعلقة بالموضوع وخاتمة عامة وهي الانفتاح على المدونة بأكملها أو خروج على المدونة إلى ما يشابهها ويشاكلها من المدونات بعد هذا نذهب إلى العنصر الأخير في الخاتمة وهو ما يسبب فتح أفاق وهو أن نطرح إشكالية تغافر عنها الموضوع أو إشكالية يمكن أن نعالجها في خدم هذا الموضوع هكذا أختم معكم في هذه الحصة المنهجية في كيفية كتاب الموضوع أو المقال الأدبي أوصيكم بسلامة اللغة بحفظ شواهد تكون متنوع من الكتاب المدرسي ومن غيره أي من المدونة الأصلية لكي يكون موضوعك متميزة متفرداً عن بقية زملائك إذن لغة سليمة شواهد متنوعة أسلوب جيد يجب أن يكون للتلميذ أسلوب جيد في الكتابة محاولة تجنب الأخطاء اللغوية من رسم همزة ورسم التاء مفتوحة ومغلقة ومثل تلك الأخطاء التي لا تغفروا إذن أختموا هكذا هذا الفيديو أتمنى لكم النجاح والتوفيق أرجو منكم أيضاً نشر هذا الفيديو لتعمل فائدة إلى اللقاء وبالتوفيق والنجاح رجاءً من يحتاج إلى استبصار يجدوني إن شاء الله على صفحة باك ليبر 2014 صفحة باك ليبر 2014 أو كتاب التعليق على هذا الفيديو في اليوتيوب أو الاتصال بي مباشرة على الفيسبوك تحت اسم أحمد سميف لوفني أو العودة إلى موقع ecolnumeric.n في رسورس ستجدون المقالات وما كتبت هناك وإن شاء الله فيه فائدة للجميع إلى اللقاء بالتوفيق والنجاح أتمنى لكم النجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته